توراة منحودة في الحجر كاتدرائية أميا تقع كاتدرائية أميا في شمال غرب فرنسا وهي من روائع الفن القوطي وقد بنيت قبل كاتدرائية نوتردام في باريس وهي مزينة بغزارة بزاخارفة نحتية مثيرة للإعجاب وهذه التمثيل تصف مناظر من التوراة مثل قصة الخلق وآدم وحواء وحياة المسيح والعذراء مريم وهي تسمى إجمالا دائرة المعارف الحجرية للتوراة وهناك تمثيل اليوم الدينون على الواجهة الرئيسية وثم تتمثال لكبير الملائكة ميخايل ممسكا لميزان وفوقه المسيح يحدق في معاصي الداخلين إلى الكاتدرائية ومن أسفله أولئك الذين يتعين إرسالهم إلى الجحيم بعد يوم الدينونة وأولئك الذين يصعدون إلى السماء على اليسار وداخل الكاتدرائية بسيط بحيث يستطيع الناس أن يشعروا بروعة العالم المقدس ويبلغ ارتفاع السقف 42 مترا كما تأوي كاتدرائية أميان رفاة مقدسة من القرص هذه جمجمة يحنى المعبدان الذي عمد يسوع المسيح وقد رسمت على أرضية الكاتدرائية الطريق إلى الله وهي متاهة مقدسة وقد يتيه ويهيم ويضل الناس إلى أن يصل إلى مركز المتاهة وهي مكان مقدس وتمثل المتاهة رحلة حج طويلة واستغرق بناء الكاتدرائية 68 عاما عمل فذ مذهل في ذلك الوقت وقد صنعت الأجزاء المختلفة للتمثيل التي تزين الكاتدرائية في عدة ورش مختلفة وفكرة توزيع العمل بهذه الطريقة كانت غير معروفة في ذلك الوقت وتعد كاتدرائية أميان مثالا مذهلا لفن العمارة القوطي مثال باهر لمهارات تلك الفترة وتقنياتها ترجمة نانسي قنقر